نشوفها على المنتجات بتاعتنا حاجة عايز اضيف حاجة دكتور محمد فتح انا اضيف كلام الدكتور مهد كلام سراتيجي وكلام محترم انما لا يستطيع الشاب بمفرده ان يتقدم بكل هذه الامور لابد من مساندة الدولة للشاب ولابد من ان يكون لدى الحكومة قطة للقضاء على البطالة وعمالة الشباب ورفاهية الشعب تتمثل في النقاط الاتية او بعضها واحد فيما يتعلق بمجال الاراضي والاراضي الزراعية لدينا وفرة من الاراضي التي قامت القوات المسلحة المصرية الباسلة باستصلاحها ودوها عنها السيد الرئيس هذا الامر ينبغي توزيع الخمس فددين او العشر فددين بالبيت الريفي على الشاب ومتابعته وفي النحية التانية كمان تمويله ومراقبته عشان ينتج مراقبة اللي خده عشان ما يتسقعش ويتباع واحد اتنين لابد من نظرة موضوعية للفلاح المصري لازم يتعرف الفلاح بيصر فيه على الارض ومحتاج ايه وبيكلف الزرع ايه وهيبيع فين وامتى وبكام عشان نقدر نسد الفجوة ما بين الدخل وما بين المتطلب ما بين الأجور وما بين الأسعار ما بين المرتبات وما بين الأسعار ما بين دخل المواطن وما بين الأسعار الناحية الأخطر من ذلك ارتباط التعليم باحتياجات سوء العمل ثلاثة المشروعات الصغيرة في حاجة إلى نظرة فيها سرعة وفيها تأني تأني فيما يتعلق بثلاثة اربعة ايام دراسة الحالة على حدة ثم هي الدقة على فكرة لا تلتزم وقت طويل الله ينور ما حدش قال ابدا ان طول الوقت معنات دقة نهائي الله ينور إذن هذه الأمور تفتح أبواب للعمل جديدة جرب بعضها في مصر بشكل صحيح فترة من الزمن ثم بعد ذلك بشكل خاطئ والبعض الآخر لم يتم تجربة في ظل قيادة سياسية جريئة كان رئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مليون ونصف الدين على خمس فددين لكل شاب مع تمويله ونشوف الدنيا هتروح فين هيبقى فيها إنتاج طرق جديدة بتعملها القوات المسلحة بتعملها الحكومة المصرية فيه إنتاج هيبقى موجود وفرة في السلع هرجع مصر إن أنا محتاجش أستورد غزائي مرة تانية لا أدنى هنتج غزائي داخلي النحية الأكتر من ذلك فيما يتعلق بالمشكلة مشكلة المياه قبل كده من أكتر من قناة طرحت طرحت حل من ضمن الحلول إيه هو إيه إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال فرعي النيل في ضميات ورشيد مظبوط فيه نسبة هادر بينزل من هنا ونسبة هادر ينزل من هنا عن طريق دراسة علمية موجودة عن دينوس خمين هقول إن إحنا نربط الفرعين فرعين النيل برشيد وضميات بترعى أملاقة تمر من على الطريق الدولي الساحلي بما يشبه تقدور مسألة تدوير المياه ما يبقاش فيه نسبة فائد بأمر هيؤدي إيه استصلاح مجموعة الأراضي الموجودة في النحية دي تنمية المسألة السياحية فيما يتعلق بكرة سياحية ومنتجعات عالمية الناحية الأخطر من كده مش هيعاني المواطن في مسألة الصحة من خلال التلوث حدك قدمت الورق دي لا أنا اتكلمت وكان معايا نائب عظم رئيس لجنة الزراع والرأي بالبرلمان والكلام ده كان حصل تحديدا في إحدى القنوات الرسمية تحديدا كان في قناة صوت الشعب ومرة تانية كان في النيل للأخبار فيما يتعلق بالمسألة دي وقلت ان المسألة دي المفروض انها توضع موضع الدراسة هل ده هيسمح بغسيل النار؟ نعم هل ده هيسمح بغسيل النار؟ لا هو هيسمح ان احنا ما فيش نسبة فائد وهيدور المياه لان المناطق ديها دكتورة بيصل فيها تلات أنواع من الصرف الصرف الصناعي والصرف الزراعي والصرف الصح بيؤدي الى تسمم المواطن احنا عندنا مثلا عاسمين المثال في المنطقة بقى بحر اسمه بحر كوتشنر كوتشنر ده بيجي محمل بمخلفات الصرف الصناعي اخطر بحرين على مستوى امكان الشرق الاوسط والعالم كله بتاع البحر الاحمر وبتاع البرولوس اللي بيؤدي اه بيؤدي الى تلوث الزراع الزراع دي من اللي بيكون المواطن القاهرة مو الزراع اللي بيونتك في اي منطقة المستوى الجمهورية مناوسة بيجي القاهرة بيتبعه بيروح اسكندالية وبيروح المودن الكبير طب احنا زكال المسائل دي محتاجة الى بس انها توصل القيادة السياسية توصل الوزير المختص الاخطر من ذلك تتابع ما هي الحكومة اللي موجودة بقيادة الرجل المحترم الموجود ايه وزير الاسكان السابق صدرت او قامت بتكلفات بناء على تكلفات التكلفات دي تتم مرأبة التكلفات اللي تمت تم تنفيذ منها ايه المستهدف السنو اللي تم ايه واللي ما تمش ايه وايه عرقيله فيما تعلق بالتخطيط والمتابعة وهل في تنمية مستدامة ولا لأ هل كل واحد لما هيجي جديد هيضمر القديم يعني انا كل تغيير مزاري يحدث بيرودني سؤال لا يتغير يا طرق اللي هيجي جديد هيكمل عايز اقول فكرة في المربع ده اتفضل دايما اللي كان بيحصل طول فترات التاريخ ان حد يجي يعمل حاجة وبعد لما يجي حد تاني يبدأ من اول وجديد ايوه الرجل اللي موجود لا بيصحح اللي فات واللي صح اللي بيعمله اللي موجود في الادراكة الرضاعة ونفذ المشاريع الدكتور لانه راجل ما عندهش عواد من حد وما عندهش مشاكل مع حد وكل همه بناء هذا البلد واعادة استقرار واستمرار طيب المسألة في هذا الامر محتاجة الى لجنة موسعة من كافة اطياف اللون السياسي متمثلة في المراكز البحثية زي ما قلت في اسادة الجامعة في المختصين بهذه الامور في القضاء وقفا وجالسا يتدرسوا هذه المشاكل وحلاه ولعل مركز البحث به وبأدراجه بحث كثيرة جدا لم تفعل ولم تنفذ يطرح الكلام ده حتى من اول عبدالقادر حاتم الله يرحمه وحسن اللي ممسكة وزير اعلام 73 لحد النهاردة حتى بعد ما طلع على المعاشر احد اهم رؤساء وزراء مصر تحديدا كان عاطف عبيد اللي بنية مصر الرئاسية في التوقيت ده بعد نهارة وحاولنا من التليفون اللي كان بيضرب للموبايل المسألة محتاجة ان احنا نطلع الحاجات دي وندرسها عشان نبدأ نعالج مشاكلنا بجدية واقعية في ظل قيادة جادة تهدف لبناء هذا الوطن ومصلحته الشاب الواحده مش هيقدر يعمل كل ده هيتابع سوق العمل هو معاشر مصروفات المواصلات هيتابع سوق العمل هو مش قادر يا دكتور ان هو يتحرك في اي اتجاه لا ده احنا محتاجين نحطه على الطريق ده انت تدي له ارض وانموله وانتابع انتاجه انت عملت ايه هينفع نفسه وينفع اسرته وينفع بلده المحلية او قريته وهينفع مصر لا وهينفع الامة العربية والاسلامية ليه لان انا مؤمن ايمان عميق بان مصر هي الرأس او القاطرة التي تجر وراءها الامة العربية ولذلك لابد ان نخطط من الان لاستعادة مصر مكانتها التي كانت الاقتصادية والامنية الحمد لله احنا فيها كويسين ويسينا ماشيين فيها بشكل ربنا يقول اللي هم مشغالين فيه احنا نقدر نقول بقى ان الكلام ده دكتور مهر ان شباب محتاج يفكر خارج صندوقه